دشان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة للمتضررين من الأمطار والسيول بمديرية بيحان بمحافظة شبوة وخلال التدشين رحب مدير عن مديرية بيحان محمد الفاطمي بتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الأسر المتضررة جراء السيول والأمطار منوها بحجم الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المديرية مطلعا إلى زيادة مساعدات المركز للأسر المتضررة منها وأبو دوره أوضح ممثل ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية الشركة المنفذ للمشروع محمد مريصع نوعية هذه المساعدات الإغاثية مشيرا إلى أنه يستفيد منها نحو 894 فرد من المتضررين من السيول والأمطار بمخيمات النزوح بمديرية بيحان اشتركوا في القناة